قد يكون الغسل واجبة وقد يكون سنة مستحبة ومن المواطن التي يستحب فيها الغسل كل محفل يجتمع فيه الناس ومن ذلك غسل العدين قال النووي رحمه الله وهو سنة لكل أحد بالاتفاق سواء الرجال والنساء والصبيان لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها ومنه الغسل لصلاة الكسوف والاستسقاء وللوقوف بعرفة والغسل بالمشعر الحرام ولرمي الجمار في أيام التشريق ونحو ذلك من مجامع الناس في عباداتهم أو عاداتهم ويستحب الغسل عند كل حال تغير فيه البدن كغسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق والغسل من الحجامة ونحو ذلك فإن الغسل يزيل ما علق بالبدن ويعيده إلى حاله الطبيعية ويستحب الغسل كذلك عند بعض العبادات كالغسل للإحرام ولطوافي الزيارة والوداع وفي ليلة القدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل وكان ابن عمر إذا دخل مكة اغتسل ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ومن الأغسال التي اختلف فيها أهل العلم بين الاستحباب والوجوب غسل من غسل ميته والاستحباب فيه هو القول الوسط والأقرب غسل الجمعة وهو واجب على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره ويستحب فيما دون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل ترجمة نانسي قنقر